اهلا بكم بناتي وابنائي طلبات وطالبات الصف الثالث الاعدادي اتمنى ان انتوا تكونوا كنتوا موجودين معنا مع تاني اعدادي وشفتوا يعني بعض المراجعات كده على الصف الثاني في الفصل الدراسة الاول ايضا لانهو بيخدم الدراسة بتاعتكو يعني حتى كنتنا تكلمنا عن الوسط حسابي الوسيط المنوال وقلنا ان دول من مقاييس النزعة المركزية اللي انت اخترت منهم الوسط الحسابي عشان يكون هو الاساس معاك في ايجاد مقياس للتشطط المهم جدا اللي هو طبعا انا بكتب فيه سيجما وبكتب كذا اللي هو الانحراف المعيالي ايضا حلينا طبعا فك القصين يعني عندي كان فيه ساعتها مجموح حدين في حاصل الفرق بينهم وكان بيطلع طبعا مربع الاول ومربع التاني بينهم اشارة ناقص اه على العموم اتمنى انتو يعني ما تضيعوش هذه الحلقات هباء يعني انا عايزكو تتابعوها لانه هيفكرك وحيساعدك في الشغل بتاعك في سنة تاني التاني دلوقتي انا عايز امر بسرعة في اجالة كده على منهج الجبر طبعا انتهينا المرة اللي فاتت من الاحصاء وخدنا اخر يعني حاجة فيها اللي كلمنا في انشاء جدول لاجاد الانحراف المعيالي المجموعة من القيم المفردة ممكن تبقى مجموعة قيم مبوابة موجودة في جدول ان هذا انا هتكلم عن شكل بقى كده بشكل امتحاني بشكل عام عشان تبتدي بقى دلوقتي تحل بقى في النمازج وتحل في الامتحانات اللي هي السابقة وتشوف الافكار اللي بناء شك بيها احنا طبعا اتعودنا ان احنا لما نيجي نحط امتحان مهم جدا عندنا ان احنا نشوف قدرة الطالب على الفهم هو فهم القانون ولا هوا مجرد تطبيق بس ده له مكان وده له مكان بالتأكيد الفاهم وحيكون له درجة اكبر شوية فالدلالة على كده يقول لي ايه اربعة امثال العدد مثلا اتنين قص اتناشر بص كده يقول لي كده اوجد اربعة ده سؤال كده بننشط به الزاكرة بتاعتنا اربعة امثال عدد العدد اللي هو مين قال لي مثلا اتنين قص تلاتاشر اربعة امثاله عايز اربعة امثاله فاللي مش فاهم حيدرب الاتنين في نفسها تلاتاشر مرة وبعدين يضربه في اربعة وبعدين يطلع القيمة اللي فاهم يقول له ايه يقول له كلمة اربعة امثال مش يعني بدربها في اربعة اه طب يعني معنى كده انه حيساوي اربعة في اتناشر او اتنين قص تلاتاشر صح ولا لأ هيبقى اتنين قص تلاتاشر مش دي القيمة بتاعتي اربعة في اتنين قص تلاتاشر تمام قال لي طب ما انا ممكن اخد الاربعة دي واعملها اتنين قص اتنين صح ولا لأ تمام في ها اتنين قص تلاتاشر اقول له وانا قلت في حالة ضرب الاساسيات المتحدة بجمع القصص فتبقى اتنين قص خمستاشر هو ده اربعة امثال لعدد اتنين قص تلاتاشر طيب لو قال لي بقى على شكلة هذا السؤال يلا كده نصف نصف العدد اتنين قص سبعتاشر او قص خمستاشر اي حاجة عايز نصو قلتولو برضو الفاهم هيقول نصو يعني هدا بالنص في الكلام ده يعني هيساوي واحد على اتنين فيه اتنين قص خمستاشر طيب الاتنين دي معناها اتنين قص واحد وده في البسط وده في المقام يبقى انا في حالة الاسم بطرح القصة يعني هديني اتنين قص اربعتاشر خمستاشر شيل منها واحد هديني اتنين قص اربعتاشر طيب كده هو بيقيس فهمك ليه انك بتنشط الزكرة جمع وطرح امتى بجمع القصص وامتى بطرح القصص طيب هو لو جيه قال لي عندك كده اذا كان وانه بص كده بقى السؤال بيقول لي ايه وخلي بالك هنا برضو عايزك تبقى بيقول لي ايه عدد ها المجموعة او اذا كان نون سين نون سين يسوي اثنين يعني ايه يعني عدد عناصر المجموعة سين هتسوي اثنين طب ده كلام جال مين وقال لي عدد عناصر المجموعة صاد قص اثنين تسوي تسعة هنشوف فقا تفسير لي ده ايه وجد ايه وجد عدد عناصر سين ملضف بصاد ايه ده ده هنا بيكلمني عن ايه عن الدربة dicaart كلمة عدد عناصر سين معناها اتنين يعني انا كان عندي مجموعة خلي بقى اسمها سين كان موجود فيها عنصرين فعدد عناصرهم اتنين انا بفهمك بقى تبش تعمل كده على طول بس تفهم عشان لما يجي نفس الشكل تبقى عارفة طيب لما يقول لي نون صادت اتنين ده معناها ايه معناها صاد ضرب صاد صاد ضرب صاد يعني صاد دي كان فيها عناصر عددهم كام وصاد دي كان فيها عناصر عددهم كام وعدد ده في عدد ده اتنين تسعة يبقى كل واحدة بكام يبقى كل واحدة بتلاتة يبقى اذا كان في عندي مجموعة صادتانية فيها تلات عناصر خلي بقى لك من الكلام ده فهو عايز نون سين ضرب صاد اه بس كده بانت خالص يدي ايه لان نون سين ضرب صاد هو عدد نون سين في نون صاد يبقى انا عارف ان نون سين ضرب صاد هتساوي نون سين فيه نون صاد. خلي يعني حيساوي النون سين باتنين والنون صاد بتلاتة فحيبقوا ست عناصر موجودين داخل المجموعة. ده هو بيقص فاهمك ليه انت فاهم ازاي كلمة عدد عناصر مش يبقى يديلك هو سؤال وانت تبقى يتطبق عليه. لا ده هو هيبتدي يديلك مجموعة من المفاهيم وانت لانك فاهم تفسير القانون او تفسير الفكرة اللي انت كنت تشغال فيها. طبعا هو كلمني في الامتحان بيه كلم كتير عن فكرة الوسيط. فلا لكن انا عايز اوضح لك حاجتين مهمين جدا وخلي بالك منهم. انا عندي مجموعة اسئلة في الاحصاء مهمة جدا في تيجي في في الاسئلة الموضوعية. لان احنا عندي الامتحان اما اسئلة مقال او اسئلة موضوعية. في زكاية اسئلة موضوعية عندي مجموعة اسئلة من الاحصاء في فراع الاحصاء. خاضعة لانها تجي تحضر في الاسئلة الموضوعية. فمثلا يقول لي احنا قلنا علم الاحصاء العلمي اللي بيبحث ظاهرها معينة عن طريق جمع البيانات وعرضها في صورة سهلة وبسيطة. مش كده? يبقى طرق عرض البيانات الاحصائية ايه? يا اما جدولي يا اما بياني. طب السؤال بتاعك بقى بتاع سنة تلتة مصادر البيانات اللي انت بتجيب منها مصادر البيانات ده السؤال بقى اللي موجود عندك في تلتة تاريخية. مصادر ميدانية اللي انت بتجيب تجيبها بنفسك ودي يصلح معاه. المصادر دي لازم اجيبها في بعض الحاجات المهمة جدا. اه 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 زي مثلا اه ما باتكلم عن اه اه ما باتكلم عن الانابيب بتاعت الغاز. انا لازم استخدم معاه طرق كده معينة. طب خلالها ما تيجي وقتها. وعند مصادر تاريخية زي السجل المدني زي الوحدة الصحية. زي المدرسة بتاعتي وانا عامل فيها اه اه بيانات بتاعت دي كلها مصادر تاريخية موجودة مسبقا. بيبتدي الباحث يروح لها ويجيب منها هذه المصادر. بعد كده بيقول لي ان انا باجي استخدم اه اه عدة وسائل وانا بشتغل اه اه اما عشوائيا اما بشتغل بجيب اه البيانات بتاعتي واخد اه مجموعة من البيانات بتاعتي اخد بيانات عشوائية او قيم عشوائية كده او ان انا ادرس المجموعة كلها خلي بالك خلي بالك ام تستخدم دي وام تستخدم دي احنا هنقول وحنشوف من خلال بقى هذه الاسئلة. بعد كده بيقول لي مقاييس النزعة المركزية النزعة المركزية اللي انت درستها في الصف الاول والتاني قبل كده الوسط الحساب والوسيط والمنوال ده اللي انت درسته منهم وبعدين جيت في سنة تالتة خدت مقاييس التشتت. فوصلنا بقى الجزء سنة تالتة يقول لي ايه من مقاييس التشتت انت من مقاييس التشتت ومقاييس التشتت اللي موجودين عندك اتنين المدى والانحراف المعيان يبقى انت عندك في حاجتين المدى وهنقول ايه هو زي ما قلناه وبعدين عندي الانحراف المعيان فيقول لي مايه المقاييس التشتت تختار كذا وكذا وكذا الماد لان المدى ايه هو المدى ده بيدرس ايه بيدرس الفرق بين اكبر قيمة من البيانات المعطاة واقل قيم هي اللي موجود واقل قيم اهو قال انحراف المعياري المعياري الانحراف المعياري اللي احنا ادينا للرمز سيجما ده اللي قال لي هو عبارة عن الجزر التربية لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ده كان اسمه الانحراف المعياري طيب لما اجيب يقول لي المدى له عيوب ايه هو عيوب انه بيتأثر بالقيمة المتطرفة مش احنا بقول اقل قيمة الاكبر قيمة خلي بالك يعني ايه زي ما قلنا قبل كده يعني ايه يعني انا عندي مصنع فيه زي ما قلتلك واحد بياخد اتنين جنيه بيجي تجيب حاجة ويمشي عملها مش يعني ياخد حاجة ياخد فيها اتنين جنيه وبعضه ويمشي ولكن في عامل عندي او عندي رئيس مجلس ادارة بياخد مسلا عشرة تربية جنيه مثلا اه يبقى انت عندك اتنين جنيه ده متطرف حاجة قولي ايه لا جدا لان مش ده واحد بس والبرده العشرة والخشرة الف اللي فوق د برضو ده واحد بس لكن الفرق اللي بينهم ده لو انت جبت يبقى مدى كبير يبقى غير صادق فعيب المدى انهم بيتطرق بيت يعني بيتأثر بالمفردات المتطرفة اللي موجودة لذلك لما بنيجي اعمل مدى لبعض المؤسسات عشان نقيس الانحراف او التشطط اللي هناك بعمل ايه باهمل كل اه البيانات المتطرفة اشير البيانات الوليالة اوي والزيادة اوي اشير لهم وبتدي اعمل حصر فيه للبيانات القريبة من بعضها بعد كده اه اه طبعا انا اعتقد انه فكرة تشطط مع مع ده الكلام اللي احنا قلناه مع مسألة من ايجاد الانحراف المعياري اه بطريقة اما بيانات مفردة او بيانات حصرية انا اكلمت فيها الحلقة اللي فاتت كلها كانت مخصصة لهذه الفكرة اتمنى ان انتو تراجعوها اه يبقى كده احنا اتكلمنا عن فكرة الاحصى ومش محتاجة ان احنا نتكلم فيها تاني اه طبعا بعد كده هو بيكلم بيديني بقى اه مجموعة من المحاور اللي مكلم فيها اللي هي نحوة الدكارتية والدرب الدكارتي والفكرة بتاع الدكارتي انا شايفها فيها تكرار كتير اوي موجودة عشان كده اه انا عايزك تاخد بالك درب الدكارتي يبقى فيه مسألة بتكلم عن اه 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 اذا كان مثلا يديني كده يقول لي ايه اذا كان سين درب صاد واحنا عايزين نقول كده بيقول لي اذا كان قيمة سين نحل كده واحدة ونتكلم فيها عشان او اوصين بتساوي نتكلم فيها لمجموعة مشابهة ليها سفر واحد واثنين وتلاتة وعندي قيم صاد اللي هي فيها ايه قيم صاد فيها اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وكانت عين علاقة العلاقة دي منين قال لي علاقة من الف الى بيه بحيث الف تنتمي لسين وبه تنتمي لصاد ده كله موجود ومديني العلاقة انها تعني ان الف زائد به يساوي خمسة لكل الف تنتمي لسين وبه تنتمي لصاد هو عايز بياني العلاقة وعايز يمثلها مخاطط سامي واخر بياني وعايز هنا هو كمان بالمرة كده بياني زكاة دلة ولا مش دلة طبعا نقول السبب فانا عندي لازم اخلص الاول فكرة دي ان انا هجيب سين درب صاد سين درب صاد يعني اوه هجيب العلاقة على طول من غير ما هجيب سين درب صاد هجيب العلاقة هقول له حمسك من هنا الهين ده الف وده به يبقى اخد الف مع ده كله واشوف النتج اللي يطلع خمسة سفر زائد اتنين ولا تلاتة ولا اربعة صفر زائد خمسة اتنين خمسة يبقى الصفر مرتبط بالخمسة لان مجموعهم خمسة كما تقول القعدة اللي بعدها واحد وكم يديني خمسة واحد واربعة انا لقيت اسهل طريقة لاجاد الاعداد وبعدين اتنين وكم اتنين وثلاتة يبقى اتنين وثلاتة وبعدين اتنين وكم سفر وكم سفر وخمسة وبعدين سفر وخمسة يبقى انا اخد كل الاعداد اللي ممكن تديني كام سفر وخمسة سفر وخمسة طيب بعد كده واحد وكم انا عندي واحد 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 واربعة اتنين وكم وثلاتة يبقى هنا عن طب نمسك بقى سفر وخمسة في حاجة تانية ممكن تديني اللي فيه تلاتة بقى واثنين وفيه اتنين وثلاتة يعني انا هلاقي كده ايه هلاقي لا ده بيديني كمان خمسة ايه انا هاخد الواحد مع الاربعة من الوقت نبش مع حاجة تاني التلاتة مع الاربعة طب لو قال لي بقى تلاتة واثنين تلاتة واثنين هو ثلاثة واثنين كم؟ ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين يديني خمسة عشان كده قدي العلاقة بتاعتي لكن آلف زائد به وخمسة لما لقدي بخمسة ولا قدي بخمسة لا ما ينفعش يبقى دي ليست دلة قدرت أقول إنها ليست دلة ليه؟ لأنه برضو حيقول لي على سؤال أو فكرة السؤال إمتى تكون العلاقة دلة وإمتى ستدلة عليها تكون دلة قمنا تكون العلاقة دلة إنت مديني إيه عشانكم عليها دلة مديني بيان العلاقة؟ لو أنت مديني بيان العلاقة أو لو مديني المخطط السهمي المخطط السهمي أو مديني المخطط البياني أقدر من دول أحدد لك إذا كان هذه العلاقة دلة ولا لا إزاي؟ قال لي والله أنت لو مديني العلاقة هقول لك يظهر المسقطة الأول المسقطة الأول أنت مديني بقى بيانات زي ما اقولك مثلا اتنين وثلاثة كده يبقى امسك المسقط الاول يظهر خلي بالك يظهر مرة واحدة وواحدة فقط مرة واحدة وواحدة فقط في بيان العلاق يبقى انا لو عندي الاتنين اللي هي المسقط الاول دي اتكرارت مرة تانية يبقى هذه العلاق ليست دالة طيب الكلام ده امت لما يديني العلاق طيب لو اداني مخطط قلت له هل انت مديني مخطط ساهمي اا اقول له يخرج انا عندي بقى مخطط ساهمي بيبقى شكله كده صح كده وكده وبيبتدي بقى اسهم تخرج فاذا خرج من اهو اذا خرج ساهم واحد وواحد فقط من المجموعة الاولى الى المجموعة السنية يبقى يخرج ساهم واحد وواحد فقط في المخطط الساهمي يبقى هقول عليها ان هذه هي العلاقة دالة اما اذا خرج سهمين من نفس الانصر كده اهو يبقى دي ليست ايه ده لا يبقى اقضرحكم من المخطط السهمي طيب ماذا لو كان المخطط عندي مخطط بياني وانت عارف المخطط البياني اهو عامل كده عامل كده وعامل كده مش كده صح ولا لأ وبعدين يجديني النقاط الارتباط بين سين وبين صاد فيعمل لي كده ادي هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة مثلا لما اجا شوف على هذا المخطط الموجود اسادي هذه لا لقى دلة ليه لان الخط الرأسي لم تظهر عليه غير نقطة واحدة فقط الخط الرأسي ايضا هنا لم تظهر عليه غير نقطة واحدة فقط ايضا هذا الخط لم تظهر غير نقطة واحدة وهذا لم تظهر عليه اما لو ظهر نقطتين بقى لقيت نقطتين هنا لا هذه ليست دلة يبقى يظهر على الخط شايف كده هو الخط الموازي لصاد ده الخط الموازي ايه لصاد يظهر الخط الرأس نقطة واحدة واحدة فقط في المقطط البياني اقدر احكم عليها اذا كانت هذه العلاقة دالة او غير دالة ولا اعتقد ان احنا في هذا الدرس اه يعني اه محتاجين نتكلم فيه الا بعض الحلول اللي انتو اتمنى ان انتو تكلموا فيها يعني بعد كده هنتكلم عن فكرة النسبة كلمة نسبة هي العلاقة او اه هي مقارنة بين عددين حقيقيين او كميتين من نفس النوع التعريف مريح التعريف يديك حل لاي حاجة موجودة يبقى كلمة نسبة هي ايه الكلمة هي مقارنة بين عددين حقيقيين ده حقيقي وده حقيقي يبقى انا بكده بقارج او كميتين من نفس النوع هنا خمسة طين رز اه خمسة طن رز وهنا عشرة طن رز يبقى النسبة خمسة العشرة من اطنان الرز هي نفس ايه نفس الكمية ونفس النوع يبقى انا دلوقتي اقول النسبة هي مقارنة بين كميتين من نفس النوع او بين عددين حقيقيين اه مثلا ايضا يقول لي النسبة بعد ما اخدنا النسبة اخدنا التناسب لا التناسب هنا تساوي بين نسبيتين او اكثر يبقى نقول بقى كده عشان نفسر كده كلمة النسبة وكلمة التناسب واحنا النواردة بنقول حلقة المفاهيم قادي النسبة وقادي التناسب وقلنا المفاهيم دي الخاضعة للأسئلة الموضوعية والمرشحة للأسئلة الموضوعية يعني بيجدار فكلمة النسبة قلنا هي مقارنة يا اما بين عددين حقيقيين او كميتين من نفس النوع كميتين من نفس النوع انت لو فاهم التعريف ده هتحل هجيلك حاجة تقول لا ده مش مطابقة لتعريف ما تنفعش بعد كده التناسب لا التناسب هو تساوي بين نسبتين او اكثر ودي العبتة بها كتير اوي اللي احنا قلنا 2 على 5 حالينا مسألة في سنة تانية بلنا دي الفكرة وحولناها انها تكون 4 على 10 واجي اقول مثلا هنا ادي نسبة ادي نسبة مش كده ده تناسب لاني لما اضرب بقى الطرفين هنا والوسطين في اتنين في عشرة بعشرين وايضا اربعة في خمسة بكم بعشرين يبقى النسبة هي تساوي بالنسبتين او اكثر اما التناسب اما النسبة هي المقارنة بين عددين حقيين او كميتين من نفس النوع طيب اذا كان هذا هو ده فكرة النسبة ودي فكرة التناسب اه دي في الاسئلة الموضعية فيجي يحط لي كده سؤال يقول لي ايه زي ما اتكلم عنك في مدخله لدرس بتاع التناسب اتكلم في النسبة وقال له ايه اذا كان عدد العدد لازل اذا اضيف الى حدي النسبة كذا وكذا كانت النسبة كذا يبقى هو بيتكلم عن نسبتين هيتساوي هو نشوف الفكرة بيقول لي كده اهو بيقول لي كده اوجد العدد الذي اذا اضيف الى حدي النسبة حدي النسبة سبعة الى حداشر فانها تصبح فكر في السؤال كده انا بكتبه تصبح كام الى كام اتنين الى تلاتة اه بالعقل بقى احنا قلنا التناسب هو تساوي اهو اذا اضيف عشان ما انساش النقطة هو بيقول لي ايه كلمة اذا تساوي اوجد العدد لازل اذا اضيف يعني انا ما اعرفش لكن انا عندي حدي النسبة كام ولا كام قال لي هنا سبعة بص نحن نفذ اللي هو بيقول عليه سبعة الى احداشر صح ادي النسبة هو بيقول لي اذا اضيف الى حدي تب ده الحد الاول ده الحد التاني ده المقدم وده التالي وعتنسى يبقى هنا حضيف هنا سين وهنا حضيف كمان ايه سين قال لي كان الناتج كامل اتنين على تلاتة اصبحت هنا في تناسب هو يعني ادي النسبة بتساوي نسبة صح اعمل ايه قال لي انت هتعمل طرفين في وسطين فهيديك وهتحولها الى اه اه نسبة واحدة يعني هضرب كده تلاتة في سبعة بواحد وعشرين يعني يطلع لي واحد وعشرين زائد تلاتة سين تساوي اتنين في احداشر باثنين وعشرين زائد اتنين سين اصبحت هنا حولتها الى معادلة مش كده هي نسبة هي وانا اضرب طرفين وصوتهم بيه ده حاصل ضرب الوسطين اه تعالى نخليها معادلة طرفين بس يعني نعمل ايه نجيب العادلات في طرف ونجيب سينات في طرف يعني بحيث ان انا قدر احصل على قيمة سين يعني طرف فيه واحد وعشرين سين زائد تلاتة سين وطرف فيه اتنين وعشرين زائد اتنين سين ما تيجي نخلي السينات في طرف والعداد في طرف يعني يبقى عند التلاتة سين نقص اتنين سين في الديني سين خلي بالك واجيب الواحد وعشرين بإشارة مخالفة في الديني واحد يبقى انا حصلت على العدد كام واحد تعالى بقى فوق لما انا حصلت على سين بواحد تبقى سين سبعة سين بواحد زائد سبعة تديني كام قال لها يديني تماني طيب ولما ضيف عليه واحد هنا على الحداشر قال ليه يديني اتناشر قال له تبو تماني على اتناشر تساوي اتنين على تلاتة قلت له نشوف يا سلام اذا ما طلعش كلام ده يبقى احنا حلنا غلط تعال ناكد على الاربعة فيها الاتنين على الاربعة فيها تلاتة الله تلعت اتنين على تلاتة يبقى انا حل صحيح وقيمة سين دي كانت فكرة اذا اضيف لحد دايالنس ممكن اقول لي نفس السؤال اذا طرح من المقدم النسبة كذا واضيف الى تالي النسبة كذا كان الناتج كذا يبقى انا اللي بيقولولي خطوة خطوة وجزء جزء بنفزه اذا اضيف يبقى حط زائد كذا اذا مثلا طرح منه اذا ضرب او دعفه او يقول لي اللي يقولولي انا همثله واكتبه وابتدي احوله الى معادلة عشان استخدم تقنية او استخدم خاصية حاصل ضرب بالطرفين يساوي حاصل ضرب الوساطين او مقدم الاول في تالت تاني يساوي تالت تاني في مقدم الثاني او تالي الاول في تاني الثاني او انا بقول اه اه برضو دي النسبة في عندي برضو في درس يقول لي اذا كان سين على صد تسوي كذا في ايه وجد قيمة ويديني اه اه مجموعة من او يديني مقدار كده اه من بصل ومقام او مقدم وتالي تعالي نشوف الفكرة ممكن يجي لي يقول لي ايه يعني برضو هنحط شكل لكن مع اختلاف الاعداد بقى مع اختلاف الاشكال لكن الشكل هذا الشكل اللي هو عايز اسألك فيه يعني بيقول لي ايه يعني بيقول لي اذا كان سين على صد يساوي اتنين على تلاتة هو اقر يعني دي من المعطيات بتاعتي ان سين على صد انا مدولك اتنين على تلاتة ليس معنى كده ان سين تساوي اتنين ولا صد تساوي تلاتة لكن النسبة بين سين الى صد هي اتنين الى تلاتة فلو كانت سين باتنين يبقى صد بثلاتة سين باربعة يبقى صد بستة سين مش عب ب12 بقى اضرب ديب 6 بقى ديب 18 لكن النسبة دائما بين سين وصاد هي 2 الى كام الى 3 افتقد ان احنا يعني فهمنا معنى هذا المقدار اللي موجود اصادي او دي عزم معادلة بقى اللي موجود اصادي بعد كده بيقول لي اذا كان فاوجد قيمة قيمة ايه بقى 3 سين زي ادي 2 صاد على 6 صاد اقصين الله طيب بصوا هنا بقى في مشكلة كبيرة سين على صاد وهنا مديني 3 سين طب نعمل ايه قال لي بص كده هو هنا سين مقدم وصاد ايه تالي طب هتقدر تعمل ده هنا قال لي اه قلت له ازاي قال لي طب بص كده اعملها كده 3 يلا سين زائد 2 صاد وتحت 6 صاد ناقص افهم معي بقى مش انت المعلوم عندك قيمة على بعضها هي قلمة كلمة سين على صاد قال لي اه قلت له طب ما نضرب فوق وتحت او اقسم فوق وتحت على صاد يعني بدل ما اضرب واحد على صاد لأ نضرب فوق وتحت واقسم فوق وتحت مش صاد هنا يعني هقسم هنا على صاد هنا على صاد هنا على صاد هنا على صاد عندي اللي هو مدهولي كل سين على صاد انا هشيله وقت بما كانه اتنين على تلاتة والسين على صاد هتساوي يبقى انا عندي تلاتة في اتنين على تلاتة ده يبقى انا خلصت المجوز ايه ده ساعت اتنين في صاد على صاد فيها الواحد وتحت هنا ستة في واحد ناقص واحد يبقى دي بقى مسألة عادية تلاتة مع تلاتة يبقى اتنين زي اتنين على انا بقول بقى بسرعة عشان الوقت خلص يبقى اربعة على ستة اللي هو تلعتناها ثلاثة اللي هو كان عايزه وابنائي وبناتي الوقت فيديو بسرعة مصنعاكم لكن على الابد للقاء في حلقة القديمة ان شاء الله كانوا معكم عبد الموجود فسلام عليكم ورحمته وبركاته